يقول هل أكل كبدة الجمل ناقض للوضوء؟ فيها خلاف بعض العلماء يقول أنها لا تنقض الوضوء الكبد والكرش المصران لأنها لا تسمى لحما في اللغة لا تسمى لحما في اللغة ولو أوصيت واحد يشري لك لحم شرالك كبد ولا مصران ولا كرش ما نفذ الوكالة يقولون كذا ولكن الصحيح أن كل ما يحتويه البعير فإنه ينقض الوضوء من اللحم والكرش والكبد والمصران والعصب كل ما يؤكل من البعير فإنه ينقض الوضوء ترجمة نانسي قنقر